أتساء صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينيتش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون تناول الجهود الجارية الرامية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين أكدوا ضرورة تعاون الأطراف المعنية لضمان تحقيق التقدم يؤدي إلى حقن دماء وتخفيف المعاناة الإنسانية الحالية في القطاع بالإضافة إلى دفع مصار حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة باعتباره المصار الوحيد القادر على تحقيق الأمن الحقيقي والاستقرار المستدام في المنطقة وخلال الاتصال أكد الرئيس السيسي موقف مصر القاطع برفض تهجير الفلسطينيين إلى مصر بأي شكل أو صورة وهو الموقف الذي يحظى بتوافق دولي كامل ومن جانبه أكد الرئيس الفرنسي دعم فرنسا التام لموقف مصر كما شدد الرئيسان على خطورة أي تصعيد عسكري في رفح لتدعيات الإنسانية الكارثية على حوالي مليون ونصف المليون فلسطيني بهذه المنطقة كما حذر الرئيسان من خطورة توسع الصراع على المستوى الإقليمي ومن ثم ضرورة الدفع السريع لجهود وقف إطلاق النار والتهدئة الإقليمية وفي هذا السياق أكد وزير الخارجية سامح شكري رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين سواء كان ذلك تهجيرا داخليا أو خارجيا وقال شكري في مقابلتنا مع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي على هامش مؤتمر ميونخ للأمن إن مصر تفعل ما بوسعيها بالتعاوي مع دول الصديقة والولايات المتحدة من أجل رفع المعاناة عن الفلسطينيين المدنيين وفي مسعى أيضا لحل هذا الصراع والتواصل إلى إطلاق صراح الرهائن ووقف الأعمال العسكرية بما يؤدي إلى وقف نهائي للأعمال العدائية كما رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو فكرة إجراء انتخابات مبكرة وذلك في الوقت الذي تجمع فيه آلاف الإسرائيليين في تل أبيب للمشاركة في احتجاج مناهض للحكومة وعند سؤاله خلال مؤتمر صحفي عن الدعوات داخل حزب ليكود الحاكم لإجراء انتخابات مبكرة فور انتهاء الحرب في غزة قال نتنياهو إن آخر أو آخر ما يحتاجه الآن هو الانتخابات والتعامل معها هذا وتظهر استطلاعات الرأي تراجع شعبية نتنياهو منذ السابع من أكتوبر الماضي طالب وزير الأمن القومي إسرائيلي إتمار بنغافير بمنع الفلسطينيين من الصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان وتأتي مطالبة بنغافير بعد يوم من إعلان تلفزيون الإسرائيلي أن الوزير يضغط من أجل منع الفلسطينيين من دخول الحرم القدسي خلال شهر رمضان هنى الرئيس الروسي بلاديمير بوتين الوحدات العسكرية الروسية التي سيطرت على مدينة أفادافكا الأوكرانية وقائد هذه القوات وجاء في الموقع الإلكتروني للكريملي أن بوتين تلقى تقريرا من وزير الدفاع سيرجيش ويجو يفيد بسيطرة الجيش على المدينة الأوكرانية ومن جانبها أكدت توزرة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية انسحبت من أفادافكا وتحصنت في أحد المصانع بعد سيطرة وحدات روسية بالكامل على البلدة الوقاعة في منطقة دوناتسك حمل الرئيس الأمريكي جو بايدن المشرعين الأمريكيين مسؤولية سيطرة روسيا على مدينة أفادافكا في شرق أوكرانيا جاء ذلك على خلفية عرقلة الخلاف بين دموقراطيين والجمهوريين في الكونغرس إقرار 60 مليار دولار من المساعدات العسكرية التي تحتاج إليها أوكرانيا وذكر البيت الأبيض في بيان أن بايدن أجرى اتصالا بالرئيس الأوكراني فلادامير زلنيسكي لتأكيد التزام الولايات المتحدة بمواصلة دعم أوكرانيا قال مسؤولون أوكرانيون أن القوات الروسية قصفت وأطلقت صواريخ على سلسلة من المدن في شرق أوكرانيا مما أصفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وتعرضت مدينتان قريبتان من خط المواجهة في منطقة دورانسك بشرق أوكرانيا هما كارما تورسيك وسولفيا نسكا لإطلاق نور ومن جانبه قال حاكم منطقة خاركيف إن شخصا قتل عندما استهدفت قضائف روسية منزلا بالمنطقة ختام مجزء التاسعة فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال بقي فقرات صباح الخير يا مصر